لا تنفك إيران ولا من تسميهم جنود المرشد عن استفزاز دول المنطقة والعالم كأسلوب للرد على ما تواجهه من عقوبات ونقمات على نهجها التوسعي وما يرويدها من أحلام الإمبراطورية الفارسية وأسلوب الاستفزاز هذا يرفقه كلام ناعم ورفع يد البراءة ولبس قناع المظلوم لكن مع تراكم الإدانات وشهادات والوقائع ونضوج برك الدم المتورط فيها النظام الإيراني بات يصعب حتى على أصدقائه السكوت عنه بعد الإحجام الأوروبي عن مسائرة واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي أتت التجربة الصاروخية الإيرانية لتدفع فرنسا وبريطانيا للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة لمناقشة اختبار طهران للصاروخ الباليستي متوسط المدى الخارجية الفرنسية اعتبرت الفعل استفزازيا ومزعزعا للاستقرار ولا يمتثل للقرارات الأممية ذات الصلة أما وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت فقد وصفت تجربة أنها ذات طبيعة تهديدية وتناقض القرارات الدولية مؤكدا أن بلادهم مصممة على وقف التجارب الإيرانية الولايات المتحدة دعت أوروبا لفرض عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي الذي ينتهيك قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية في وقت حطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي في بروكسل للغاية ذاتها في المقابل خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ليقول إن برنامج بلاده الصاروخي لا يخالف أي قرار دولي مؤكدا أن ما جرى حق دفاعي صرف لبلاده لكن الحق الدفاعي الذي تحدث عنه قاسمي يبدو هشا أمام الأدلة التي تقدم يوميا عن تدخلات إيران في المنطقة من امتداد رأيات وكلائها الصفراء من العراق حتى لبنان مرورا بسوريا ثم دعمها لميليشي الحوثي في اليمن بالصواريخ الباليستية حتى تفاخر المسؤولين الإيرانيين غير مرة أنهم باتوا يحكمون سيطراتهم على أربع عواصم عربية ويبغون الخامسة بيد أن الواقع يفرض سؤالا ملحا هل بمقدور النظام الإيراني الحفاظ على عاصمته نفسها أمام الغضب الشعبي المتزايد؟ أمام العربية نفسها أمام الغضب الشعبي المتزايد المترجمات للمشاهدة المترجمات لكثير من البيتراك في المنطقة المترجمات لكثير من الوقت المترجمات لكثير من البشر